ماشي نكمل كلامنا اللي جاي ده هستسمحكم نركز فيه شوية هستسمحكم نركز فيه شوية ليه؟ دايماً لما بنيجي نعمل مقارنات بين الكرة المصرية والكرة في العالم في أوروبا مثلاً بتلاقي الناس تيهي تقولك لا لا يا عم انت بتكررني من مين؟ بتكررني من ناس شبع ظروفي تبتكررني بأسبانيا وإنجلترا وفرنسا والبرازيل وألمانيا وين كنت أنا من الناس بتحب المقارنات دي يعني محبش قاعدة النقص اللي هي بتاعت ايه؟ لا دول بعيد عنينا بقى ميال ماشي تم ما نقرب يعني هفضل كل شوية بعاد عني قوي مش هبص لهم ما نبص لهم على الأقل يعني نشوف بيعملوا ايه؟ ونقلدهم كنت من كم يوم بقول لكم نغش نغش منهم يعني يعني مش عيب يعني نغش من البلاشة حين أنا بتاكر نغش تشوف بيعملوا ايه؟ ونمشي وراه طيب دا البعيد دا البعيد طيب نيجي نتكلم على السنغال كوديفور غانا مش عارف ايه يقولك لا لا ما هو دول برضو عشان عندهم مش عارف مجنسين واي واي فهم برضو بسبقلنا في حتة مش هنعرف نوصل لها حتى دول جيران ماشي نبعد عن دول تروح بقى للي تحت قوي تنزل بقى تحت خالص تبص له هو خلاص مش عارس تبص حتى على جنبك يعني تجي تبص على جنبك تقول لي لا بعيد تبص على البيت تقول لي لا بعيد اوي ما تبصه لوش قاصل انت اب نبص تحت تلاقي اللي تحت ده عمال يطلع لك تحت اوي عمال يطلع لك ويقرب منك دا كان تحت خالص زي منتخب جنبيا كده منتخب جنبيا اللي وصل فاينال كاس العمر الأفريقية للشباب اللي مقامة في مصر فاينال كاس العمر الأفريقية للشباب اللي غسل بطبيعة الحال إلى كأس العالم للشباب اللي كان واصل كأس العالم للشباب النسخة الماضية اللي اتلاغت بسبب كورونا المنتخب اللي شارك في كأس الأمم الأفريقية 2021 لأول مرة في تاريخه وصعد لربع نهائي البطولة طبعا ما كسب تونس وكسب غينيا وتعادل مع منتخبات كبيرة يعني في القارة الأفريقية إيه حكايته ده؟ إيه حكاية منتخب جنبيا ده اللي محدش حاس به عمال يتسحب كده وشكله هيبقى قوة كبيرة في القارة الأفريقية بص الحكاية بص الحكاية حلوة إزاي وبص ما تقامنين ده أنت هتتفاجل لوقتي لما تعرف أن المشروع منتخب جنبيا ده بدي أمتى في 2014 2014 لانتحال الأفريقي لكورة القدم قال لك إيقاف لمنتخب جنبيا لمدة عامين من المشاركة في أي البطولات بسبب أنه أشرك خمس لعبين فوق السن القانوني في كأس أم أفريقيا للشباب قال لك وقف لي بقى النشاط خالص هنا ما ملعبوش في أي بطولة أفريقية جنبيا دي خالص لمدة سنتين من كام لكام من 2014 لـ 2016 شلل تام حاجة يعني تأذي تماما يعني يوم الاتحاد الجنبي يتعقد مع خبير بلجيكي اسمه توم سينفت ويعينه مدير فني للمنتخب الجنبي عام 2018 تحديدا في شهر يوليو شهر يوليو 2018 كان الإقاف اترافع عن المنتخبات الجنبية من سنتين شوف بقى هتعملين ايه ده احنا الكرة عندنا فيها شلل تام 2018 يعني احنا بنبدأ الحكاية من اين تركز معاي من 2018 فجي الراجل البلجيكي دوت وعمل حرفيا ثورة في كرة القدم في جنبي ازاي ازاي اول حاجة الراجل نزل قال له مروني الدوري بتاعكم كده فين الكرة بتاعتكم لأ الكرة بتاعتكم دي ما تنفعش دي ما تعملش منتخب طب يا يا سيدنا ما احنا كنا عايشين بيها ما انتم كنتش عايشين تكونش بتكساوه حاجة ولا كنت تعرف تعملوا اي حاجة طب نعمل ايه انتم عندكم مهاجرين من جنب يا موجودين في اوروبا اه طبعا عندنا بس هتليهم معهم جنسية تانية طيب لو سمحتم ابعاتوا هتوهم يعني اتوروا عليهم كده وابعاتوا هتوهم لي هنا اشوفهم لا معناش فلوس احنا كالتحاد معناش فلوس ان احنا نجيب اللعيبة دا وتزاكر واقومة وبتاعة مش هنعرف نعمل كده طب يا جماعة نعمل ايه ما عرفش احنا مش هنعرف نجيب لعيبة من اوروبا رح قال لهم طب خلاص انا هطلع على حسابي انا هلف في اوروبا وادور على اللعيبة اللي اصولهم من جنب يا واقنعهم انه يلعبوا لمنتخب جنبي يا راجل بتكلم جد اه ببتكلم جد طب اتفضل رح رجع جايب لهم مجموعة لعبين رائعين في المنتخب الجنبي فيوصل الحال ان المنتخب جنبي في كاس العقال في كاس الام الأفريقية 2021 تبقى القائمة بالكامل لعبين محترفين في اوروبا بجد اه بجد عملها ازاي دي عملها عشان اجتهد عملها ازاي دي عشان ما بخلش عشان ما بخلش منتخب يشارك لأول مرة في كاس الام الأفريقية 2021 ده نجاح من الرجل المدارب البلجيك يوصلوا كمان لربع نهائي ده نجاح به يعني مش مشاركة وخلاص مش مشاركة وخلاص طيب يتأهلوا لكاس الام الأفريقية وخدوا المركز زي ما قلت لكم او وصلوا لي ربع نهائي كاس الام الأفريقية طيب العقد كان كام كان لحد امتى العقد مع الرجل دوت كان من 2018 ل2023 كان خمس سنين قالوا لأ تعالى بعد ما تقالى لكاس الام الأفريقية احنا هنمدي العقد سنتين كمان عشان تبقى عدت معنا سبع سنين لحد 2025 ومش بس هتبقى مدير فني للمنتخب الجنبي لا انت هتبقى مستشار فني للاتحاد مش بس مدير فني ليه عشان الحكاية بالنسبة لنا مش منتخب أول بس طب يا فندم هنعمل ايه في كتاعات الناشئين اللي عندنا هقول لك انا نعمل ايه في كتاعات الناشئين الكلام ده حصل احنا هندعو كل الاسكاوتينج تيمز اللي موجودين في فرق في أوروبا هنقول لها اللي هم مكشفين تعالوا فراجوا على اللاعبين اللي عندنا يمكن يعجبكم لعيبة من عندنا من الشباب الصغير والاتحاد الجنبي بدوره اكبر الاندية في جنبيا انه هم يسيبوا اللاعبين الصغيرين يطلعوا في أوروبا بس كده لا مش بس كده راح جاب لهم ناس من أوروبا تدي محاضرات للمدربين اللي موجودين في جنبيا عشان يبقوا أحسن بس كده لا هعمل شركات مع دوريات ناشئين وشباب في أوروبا عشان اللاعبين بتوعنا يطلعوا في معايشات هناك تشايف الكلام دا اتعمل في قد ايه في أربع سنين الكلام دا اتعمل في أربع سنين في دولة صغيرة في كرة القدم وحققوا بيها نجاحات او بمعنى أضاق تقدم كبير احنا فين وكل ما تيجي تقول لحد تحرك يقول لك لا لا دي صعبة قوي صعبة ايه امكانياتك أكبر تاريخك أكبر لاعبين بالجملة كوادر موجودين ايه اللي بيأخرك انك تنظم بس انك تاخد قرارات انك تفكر انك تشوف اللي بره بيعملوا ايه وتغش شوف انا بقيتقولك كلمة تغش لغم ان هيك كلمة نفسها مش حلوة بس غش الغش هنا مش عيب الغش هنا مش حرام شوف بيعملوا ايه وقلد يا اخي مش عايزك تبدع مش عايزك تخترع وان كان دا الاحسن يعني بس ما بتعملش كده خلاص موافق غش وانقل ونفذ بس ببساطة يعني ببساطة دي الحكاية موسيقى